أنا يومياً أثرت معيك أثرت أبداً كانت واضحة طلعنا بحب ورداء صح يمكن كلمي برات الطريقة ما حكي تنهاري لطلق صح 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 وهي حكيت هالموضوع وكانت واضحة بها الموضوع كله سوى هي كانت واضحة وبالعكس أنا قلت لك هذا كانت واضحة فيه أنا عم تقولي على أفضل حال أنتو طلقت حتى بالمحكمة مع الدخري رحنا مضينا وكل إنسان بس إلى سنتين هرباني مش عم تقدر تطلع مشان تشوفوا أولادها أنا بعرف ظروفة وما بعرفها الحقيقة أنت مع بالك تعرف أنت بتعرف كيف كنت أسعى وراهم يومية يومية قد زهاء أتصالك أنت عم تقولي لي أنت بتعرف أني ما بعرف وفجأة أختفت هالإنسان هالأم أولادك ما سألت أولادك بحاجتي أو لا لو بحاجة لأي إنسان تكون معهم هو البيئد مش بيئده هو ما حرمني من أولاده الموضوع مش بيئده ما أبقى حرمك ما أبقى حرمك مش أنت أي إنسان مش هو مش هو السبب عائلتي هني السبب هني ما يستقبلوا لأولاده ما يخلوني يشوفهم أنا كل مشاكل سبب أنه بدي يشوف أولادي بس يشوف وفرجوني عليهم وأنت ما فيك تطلع اليوم على المنطقة؟ لا ما فيني أطلع ليش ما فيك تطلع أنت هذا الكلام اللي حام تحطيه في راسك هذا كلام أو تفكير خاطئ السبب عم تقولي أنت بدني يقتلوك شو هو الزنب اللي ارتكبتي أنت كنو كنتي وقتل كنتي عندي ولا عند أهلك لا يقتلوك علي أكثر من حدا قال لي أنه قاتلينها أهلا ويجوا حقق ومعاني وأنت بتعرفي هالشيء طيب قلت له شو هو الزنب اللي ارتكبته هي لي يقتلوها أهلا طالما أنت زنب بكل حب وردب بكل قدمية وشرف عشتي عندي 13 سنة ما حدا غبر عصر بيتك وفليتي عبيت أهلا ما بدون يشوف شو هو السبب بدون يقتلوك يا لأي أنت بتعرف لما يجو يطلع صوت أنا عم بسأل سؤال سألك سؤالهم وأنا سألتك كي سألتك كي تتكلمت يا ريم سؤال لماذا بدون يقتلوك؟ لماذا؟ أولاً أنا اطلقت فتت لعندهم عقدة عشت طبيعي ثاني شغلة بعد الزواج اطلقني أحكي عن أولادي أنا ما بدون يخلون يشوف أولادي يقل لي أنا مش فاتح لك حضانة ممنوع يجو ممنوع يجو ممنوع تشوفيهم يعني مصروفهم أكلهم وشربهم ما بيحبهم بي يكرههم كل ألفاز حمار ويدربهم ويعمل بي بي كل ما يجي ينزل مرعوب ابن الكبير نباسني ما بدوا يشوفنا لأنه يخاف يجي على العائلة طيب هيدا موضوع ثاني اليوم لأنه في ظروف أنت اليوم متوارية عن الأنظار ما حدا بيعرف وينها ما حدا بيعرف وين سيكني ما حدا بيعرف هيا عيني من عيني ولا جربت تتصلت صح واليوم هي موجودة هون ومش عم تقدر تطلع الكريمية لتشوف الأولاد في عندها طلب واحد إذا ممكن هذه الأم اليوم فقط أن تشوف أطفالها ويبرد قلبها يعني ما عندي مشكلة تشوف أولادها بشرط إنه الأولاد ينعطوا بيد أميني واستلموا من يد أميني بدي حق بس حق الرأي يشوف بتمنى إحتضانهم بتمنى يكونوا معا انت ما يعرفوك